هلو كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الدلو راح حاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب نوية وإلى ما ستقول علاقتكم راح نشوف مستقبل العلاقة كذلك راح تحدث عن الناس العزيب اللي بينطوضوا وقلوم شخص جديد بحياتهم راح نكشوف بأوراقة تاروت شو راح يطلع لكم هل في شخص جديد بحياتكم وما تنسوا تعملوا للايك وسبسكريب لقناتي تدعموني اللي بدي نوية عليها لأن هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية كلما ادخلنا أو اشركنا شخص آخر بالقراءة فهي تحتمل أن تكون عكسية كذلك هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمر والطالع إذا ما حسيتوا أن هذه القراءة لا تشمل لكم فحاولوا تشوفوا الفيديوية الثانية راح حاول أكشوف لك يا برج التلو شو راح يطلع لك بيت لعندي يا برج التلو على أنه أنت طاقتك بهذا الشهر كأنه في أفكار تجيع بالك في أوهيم في ضبابية مش فاهم موضوع ما موضوع عنده علاقة بعلاقة حب هذه العلاقة الحب طولت وكتير عم تشوف على أنه مش ثابتة أبداً كأنه هذا الشخص كل مرة عم يروح ويجي يطلب منك سماح بس ما عم تشوف في تغيير ما عم تحس أنه هذه العلاقة تتطور مش يعني ما عطيك وقت أنه إنه تبتعد عنه ولد يعني تبتل معه كأنه أنت عالق بهذه العلاقة في حسك يا برج التلو عالق أما عن مشاعر الحبيب أو طاقة الحبيب بهذا الشهر عم شوفه هذا الإنسان عم يحبك هذا الإنسان ما نساك أبداً هذا الإنسان عم يتذكرك أنت جزء من أحلامه هذا الإنسان عم يشوف فيك أو يظن على أنه أنت جزء من أحلامه بده يكمل معك الحياة ممكن يكون هذا الشخص يا إما برج الجوزاء أو برج السريطان أو أنت كذلك لأنه في كثير طاقة برج الجوزاء أو السريطان برج الأسد في الطاقة الترابية والنارية حتى الهوائية فيها والمائية كل الطاقات يعني عم شوف هذا الإنسان عم يتذكرك بكل لحظة بده يكون معك بتذكر اللحظات الحلوة اللي يعني لساته عم يتذكرك هذا الإنسان حتى أنت ما نسيته أبدا عم شوف في تككير عميق وفي أفكار عم تجي ببالك تركه أو روح لحظة آخر في كثير ضبابية يعني وأفكار ما عارف أي قرار تتخذ عم شوف مشاعرك نحو هذا الإنسان كأنه بدك تبدأ بده يجديد مع هذا الإنسان كأنه بدك تعطيه فرصة لهذه العلاقة عم شوفك عم تفكر لهيك أنا عم شوف في أفكار كتير براسك بدك أنه تعطيه فرصة تشوفوا يعني هذه العلاقة هل ستثمر أو لا أما هو يعني إنسان موجوع هذا الإنسان موجوع كتير خاصة من ناحيتك أنت يا برج التلو موجوع مش عارف شو يعمل عم بيحس بألم ممكن عم بيبين هذا الإنسان على أنه شخص قوي بيبين للعالم على أنه مش فاق يعني حتى ممكن يبين لك أنت يا برج التلو على أنه مش 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 على باله بس على فكرة هو إنسان كتير موجوع عم حسه مفتقدك مفتقد أنه يكون معك ليكمل مشوار حياته هذا الإنسان بيحس أنه أنت إذا ما كنت بحياته ولا شي يعني حياته ما إلى قيمة أبدا عم حسه أنه أنت كذلك ما عم بتحب فيه يعني ما بتحب التعنت اللي بشخصيته وشخص متعنت عالفكرة شخص ممكن يكون عنده كواكب برج نارية عم شوفه هذا الإنسان أوقات يعني بيقدم لك كاس الحب وبيكون شخص بتحسه أوكي هذا الإنسان اللي بتيكون معه يعني بيقلب مية وتمانين درجة وبيغير أراءه وبيغير تصرفاته ما بتحس حالك متوازن مع هذا الإنسان كذلك على فكرة أنت بتحب فيه لأنه بتحب فيه لأنه ناجح شخص ناجح ماديا وحتى ممكن يكون يترقص منصب عالي ممكن يكون هذلك من برج الميزان وممكن يكون عنده منصب جميل منصب عالي ممكن حتى يكون بالقضاء يشتغل بالقضاء بأي أشياء تستلزم الحكم فيه كذلك عم شوفه على أنه ما بيحب فيك على أنه أنت إنسان ما عم تسأل فيه ما عم تسأل فيه أبدا ما عم تكون ما عم تهتم فيه بيشوف على أنه أنت نسيت كل هذا الحب كل هذا الشغف بيناتكن كيف فرد مرة نسيت كل هذا الأشياء كذلك بيحفيك على أنه أنت إنسان بيحس حاله معك كأنه في بيته بيحس بيقول فيه كتير كبيرة بيحس حاله مستقر معك ما حاسس حاله أبدا ممكن يكون بيفكر أنه يتزوجك هذا الإنسان وبيشوفك شخص تستحق أن تكون معه بالعيلة تكون فرد بالعيلة تحس باستقرار تحس أنه أنت شخص يستحق أن يكون معه بس ممكن أنتوا مبتعدين عن بعض ممكن ما بتحكم مع بعض ممكن كل واحد متعنت عن الآخر وممكن كذلك تكون تحكم مع بعض حاليا لأنه عم شوف ما عم شوف فيه بعد بس عم شوف فيه تفكير أكتر بهذه القراءة كل واحد عم يفكر أكتر من الآخر يعني هالتناويك أنت يا برجل تلو عم شوفك بدك ترجع هذه العلاقة يعني عم شوف أنه هذه العلاقة ممكن ماتت حسيته أنه ماتت بس عم تحسوا أنه هيدا الإنسان الذي يستحق أن أكون معه أن أكون بجانبه بس ممكن هو كتير كلامه حاد أو أنت يا برجل تلو كلامك حاد أو كلامك صليت أو إيت هذا السبب الذي يجعلكم تبتعد عن بعض هو كذلك بيشعر على أنه في شيء حصل ما خلاكن أبداً أو يمنعه أن يكون معه ممكن يكون موضوع العمل وممكن كذلك يحسك أنه أنت مع شخص آخر ممكن بيحسك أنه خلص نسيته ومعد عم تتذكره بيحس أنه كذلك ممكن عم تتطلع على شخص آخر وبعلاقة أخرى ممكن هذا كل ياته أفكار عم تجي بباله بيحس أنه هذا الإنسان خلاص سكر الباب علي ممكن أنت يا برجل تلو شخص كلامك صليت وخاصة لما بتكون متعصب من هذا الإنسان بتقلو كلام جارح أوقات ممكن هذا الشيء الذي يجعله هو أنه بيفكر مئة ألف مره على أنه يحكي معك أو ما يحكي معك هل في عودة أو مستقبل العلاقة عم شوف رح تضلوا يعني وقت مبتعدين عن بعض بس بتفكروا ببعض عم شوف كل واحد رح يهتم بعمله رح يهتم بنجاحاته بس رح تضلوا تفكروا ببعض عم شوف في تخاطر بينك وبين هذا الإنسان بدكن ترجعوا العلاقة ما كانت إليه أو أحسن ما كانت إليه بس كل واحد عنده كبريئ عالي ما بيسمح للآخر أنه ترجعوا لبعض رح حاول أحكي عنه كذلك حتى الأشخاص اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم خاصة العذاب أنا عم شوف يا برج التلو أنه في شخص جديد قادم بحياتكم ممكن كنتوا تنتظروه يعني من مدة أو كنتوا تحلموا فيه يعني كأنه هذا الإنسان اللي كنتوا عم تحلموا يكون معكم يعني فيه مواصفات الشاب اللي بتحلموا فيه ممكن حتى كذلك يكونوا من برج الميزان نصيحة التلو تلقن أنه تدرسوا منيح هذه العلاقة أنه تحاولوا ما تكونوا مستعجرين بهذه العلاقة تكونوا كتير حاكمين وتحاولوا تدرسوا الأمور بشيء من الحكمة والثبت تشوفوا هل هذا الشخص يصلح لي أو لا يصلح لي قبل ما تدخلوا لكتير أشياء أو لمراحل متطورة بالعلاقة على فكرة هذه العلاقة علاقة كارمية العلاقة كارمية مو بالضرورة أنه تكون فقط علاقة عابرة ممكن تكون علاقة كارمية تتعلم منها دروس وممكن كذلك تكون علاقة كارمية رح ترجع وتعيد نفسها لحد ما تحسنوا العلاقة لحد ما تلاقوا حل العلاقة رح يضل هذا الإنسان رح يرجع لك ويعيد ويرجع لك وتتخاصموا ويرجع لك لحد ما تلاقوا حل بيناتكن يا أما تبتعدوا عن بعض يا أما تكونوا مع بعض وتصالحوا لأن العلاقة الكارمية رح تعيد نفسها مرات عدة كمان عم شوف أنه هذا الحب بيناتكن لا مشروط في حب قدري كأنه شيء قدري يجمع بينكم يجمع بينكم بهذه العلاقة بيقلك أنه لازم تبحث عن الأشياء العميقة بفكرك ولازم تشتغل عليها لتحصل على نتيجينيك كأنه رح تمر من هذا البروستس أو من هذه المراحل لتصل إلى القمر المكتمل يعني لازم تبحث ما هي الإشكاليات بهذه العلاقة لازم تبحث كذلك عن الإجابات لتصليح هذه العلاقة لتصل إلى الـ يأما هذا الإنسان يصلح لي هذا الإنسان يستحق أن يكون معي هذا الإنسان يكون شخص يعني رح تكمل حياتي معه أو رح ابتعد عنه إذا بدكم تبتعدوا عن هذا الشخص نصيحة مني ما تبتعدوا بنوع من التجريح منك ومنه يعني حاولوا تخلوا العلاقة أكتر سحية مثلا يا أخي أنا ما برتاح لإلك أو أنا ما بلاقي حالي معك أو مش متفقين كل واحد يروح لحاله وبشكل من الودية لأنه رح ترجع على هذه العلاقة يعني مرات عدة ما رح تقدروا تبتعدوا عن بعض ولا تضلوا بهذه العلاقة كمان هون بقلك أنه حياتك أو الطريق طبع حياتك رح يغير لك كمان حتى العمل أنا عمشوف في تغيير العمل ممكن كذلك تكون هذه العلاقة كرمية من ناحية أنه هذا الإنسان رح يدلك على توجهات جديدة بالعمل أو توجهات جديدة ممكن حتى هذه العلاقة تجعلك أنه تبتعد عن كل التفعيهات أو تحس أنه العلاقات ما تستحق أنه أعطيك الاهتماماتي وتنصب اهتماماتك أكثر للعمل ممكن تكون هي علاقة كرمية لتوجهك للعمل أكثر لتوجهك لأشياء أخرى أكثر من هذه العلاقات يعني العلاقة الكرمية بس هي درس لازم تحصل عليه لتصل إلى شيء آخر هذا كل شيء لبرج التروب أتمنى لكم كل الخيرات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوائب لقناتي تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد بحطوا بهذه القناة وشكرا لكم